نبدأ المنشطات بالصحافة القومية تحديدا من صحيفة الأهرام التي جاء في عنوينها الرئيسية 23 شركة بالمرحلة الأولى للطروحات الحكومية بالبرصة معيط 10 مليارات جنيه موارد متوقعة للبرنامج بيئة الموازنة جولات ترويجية بآسيا الخليج لطرح سندات دولية جديدة وعن يسار الصفحة قمة مصرية يونانية قبرصية بأثناء الشهر المقبل ومدبول يبحث تكلفات السيسي للمحافظين اليوم في الأخبار الدولية واشنطن تستعد لطرح خطتها للسلام وتتوقع معارضة فلسطينية وإسرائيلية في الأخبار الرياضية اليوم ليفربول واتوتنهام في الدوري الإنجليزي من صحيفة الهرام إلى صحيفة الأخبار التي جاء في عنوينها الرئيسية وزير المالية لانية لفرض ضرائب جديدة وإعادة النظر في الضريبة العقارية خطأ محور التعمير الذي لفت انتباه السيسي الهيئة والهندسية تنتهي من الإصلاح في ساعة في الصفحة أيضا تشديد عقوبة التعدي على الطريق والنقل العام تحت الرقابة تقنين أوضاع التوك توك ومحاصرة الإشغالات ومخالفات البناء دعوة قضائية دولية لتعويض ضحايا الإرهاب القطري وانتهاء كذوبة الاختفاء القصري في الأخبار الرياضية الأهل يعود اليوم لمواصلة الاستعداد للقاء حرية ومحمد صلاح يقود ليفربول لمواجهة توتنهام ننتقل إلى الصحافة الخاصة نبدأ من صحيفة المصري اليوم التي جاء فيها إحياء صندوق هيكلة قطاع الأعمال بعد إفلاسه توفيق تعطل لخطأ سابق من المالية ومعيط سندرس الطلبة حال وصوله الدائري بلا نقل 18 ساعة يوميا تحويل الحركة إلى الإقليم وإجراءات حازمة مع المخالفين وهذه الصورة التي صدرتها هذه الصحيفة لتأجيج قوات الأمن على الطريق الدائري لتنفيذ قرار النقل الثقيل في العنوين الاقتصادية 82 مليار جونيح حصيلة متوقعة لطرح 20% من أموك بالبرصة واجتماعات مصرية سودانية لقياس مناسيب النيل وحالة الفيضان ننتقل إلى جريدة الشروق التي جاء في أبرز عنوينها اليوم بدء حظر سير النقل الثقيل على الدائري مساعد لنيتنياهو يتنحى موقعا على خلفية اتهامات بالتحرش وواشنطن أمن إسرائيل خط أحمر في صفقة القرن في الأخبار الاقتصادية ضرح 20% من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية بالبرصة وموسكو الحديث عن بدء هجوم إدلب بدعم روسي غير نزيه وتشويه للحقائق وسبح مصرية تتربى وعلى عرش إفريقيا ب30 ميدالية أما في الأخبار الرياضية اليوم مواجهة خاصة بين صلاح وكين في قمة ليفربول وتوتنهام وفي الأخبار الرياضية المحلية الأهلي ينتهي من إعداد اللائحة الجديدة تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية أما جريدة الوطن فقد جاء فيها محمد شاكر أو دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بدء الربط الكهربائي مع السعودية في 2020 لا زيادة في أسعار الكهرباء حتى يوليو 2019 واستراتيجية جديدة لتمكين القطاع الخاص الحكومة تعلن طرحة 20% من أموك للزيوت في البرصة وتتوقع حصيلة 2.18 مليار جنيه في عنوين الصفحة أيضا مسلسل الجرائم الأسرية ثلاث سيدات يغادرنا الحياة على أيدي أزواجهن ناشونال جيوغرافيك اكتشافوا 800 مقبرة أثرية جنوب الجيزة وفي الأخبار الرياضية أغيري يرفض ضم وليد سليمان بسبب السن ورمزي المدير الفني تمسك بطريقة لعب الفرائنة دون تغيير أما جريدة اليوم السابع فقد ذكرت في منشطاتها الرئيسية ماذا جرى بعزومات النواب في هيسندة ومرينة وفي الأخبار أيضا سقوط خلية الإسكندرية يحبط مخطط الإخوان التخريبي هكذا قالت هذه الصحيفة والحكومة لا تصفية للحديد والصلب ولا خصخصة للسكاك الحديدية في الصفحة أيضا اليوم أول اجتماع لمجلس المحافظين بالتشكيل الجديد والبرلمان يحسم الجدلة حول قانون التجارب السريرية بدور الانعقاد المقبل وأي من أشرف لليوم السابع مش همشي من الأهلي ومحمد صلاح بيدور على مصلحة اللعيبة في المنتخب هكذا كان ختام المنشطات بالأخبار الرياضية مشاهدين خلاصة ما جاء في عنوين اليوم في الصحفة القومية والخاصة كما تبعنا في طبعة الصحف كلها فإن حملة الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين مستمرة منذ إصدار أحكام بالإعدام والسجن على العشرات من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية فضل اعتصام رابعة العدوية الهجوم جاء من خلال أخبار مفبركة ومقالات موجهة في هذه الصحف كذلك أمر طرح شركة القطاع العام في البرصة كان حاضرا في صحف اليوم فجميع الجرائد عنوانت هذا الخبر تقريبا في صدر صفحاتها مبررة أن ذلك ليس خصخصة بل حسن إدارة لموارد الدولة وذلك في ظل الخسائر طبعا المتتالية التي تحققها البرصة المصرية الترويج أيضا إلى المشروعات الوهمية وإبراز الأرقام الكبيرة التي لا يشعر بها المواطن أبرزتها هذه الصحف وما لحظ في طبعات السبت من صحف اليوم أن العنوين جاءت مشابهة في معناها الهجومي وليس الخبري فيما يخص جماعة الإخوان المسلمين هناك أمور مهمة سكتت عنها هذه الصحف ولم تتحدث عنها لا من قريب ولا من بعيد منها ملف سيناء الشائق الذي غاب نهائيا عن صحف اليوم فلم تبرز أو تنقل رد حكومة الانقلاب على ما ذكرته صحيفة إدعوت أحرانوت أن السيسي تقدم بطلب إلى حكومة الاحتلال الصهيوني لإعلان سيناء منطقة آمنة كما أسقطت هذه الصحف عمدا عن شركة الكهرباء بشمال سيناء قطع الكهرباء عن 14 منطقة في مدينة العريش وذلك اليوم السبت بدعوى إجراء أعمال الصيانة اللازمة على الشبكة أيضا الانتقادات الحقوقية لإفراج واشنطن عن المساعدات المقدمة لمصر بسبب أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ما زالت تتدهور أكثر غابت عن الصحف المصرية في حين أبرزت تلك الصحف ما قالت إنها كذبت الإخفاء القصري في مصر كأن مصر في عهد السيسي مثال مثلا أو تريد أن تصور هذه الصحف مثال لدولة حقوق الإنسان بهذا مشاهدين نكون قد عرجنا على ما جاء في صحافة اليوم بشقها القومية الخاصة والآن إلى ثاني فقراتنا مع جولة الصحافة ترجمة نانسي قنقر